أعلنت السلطات الصحية في إقليم هوبي في الصين ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى أكثر من 1700 بينما فق عدد المصابين 70500 هذا وقد ترجع الصين الدورة السنوية لبرلمانها وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية في سابقة قد تكون الأولى من نوعها منذ أكثر من 35 عاما لا بوادر انحسار السلالة الجديدة من فيروس كورونا ما فتأت تحصد مزيدا من الضحايا يوما بعد يوم إجراءات احترازية في معظم أنحاء العالم لمنع تسرب المرض الذي بات كابوسا يقلق منام البشرية في غزة جهزت السلطات الصحية في القطاع مركزا طبيا لفحص القادمين من الصين عبر معبر رفح أما في اليابان فقد شهد سياح أمريكيون كانوا محتجزين على متن سفينة قبالة ميناء يوكوهاما وهم يغادرون السفينة في طريق عودتهم إلى بلادهم حيث سيخضعون لحجر صحي مرة أخرى في نيبال وصل إلى مطار العاصمة كاتاموندو الطلاب النباليون الذين أجلوا من مدينة ووهان في فرنسا سمح لمجموعة ثانية من العائدين من مدينة ووهان بمغادرة منتجع سياحي بالقرب من مدينة مرسيليا حيث أمضوا أربعة عشر يوما رهن الحجر الصحي كورونا قد يدمر النمو الاقتصادي العالمي هذا العام هذا ما صرحت به المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جيورجييفا في ناميبيا ما زالت كثير من المتاجر في الحي الصيني في عاصمة البلاد مغلقة بسبب عدم تمكن مالكيها الصينيين من العودة من الصين كما أصيب قطاع السياحة في مدينة باتايا التايلندية بالشلل هذا الموسم بسبب قيود السفر التي فرضت على السياح الصينيين وفي كمبوديا بدت المراكز السياحية مهجورة على غير المعتاد ما ينذر بتكبد قطاع السياحة في البلاد خسائر فادحة إنهماكم في المراكز البحثية لفك طلاصم الفيروس الجديد وترقب وتشبث بأهداب الأمل بأن تكلل جهود العلماء بالنجاح قبل أن يتسع الفتق على الراتق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن افتتاح مركز للحجر الصحي للفلسطينيين القادمين من الصين كإجراءات وقائية لضمان سلامة سكان القطاع من فيروس كورونا المركز أقيم في منطقة معزولة داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة ويعمل فيه عدد قليل من الأطباء والممرضين المتخصصين في الرعاية الأولية داخل معبر رفح البري نافذة غزة إلى العالم الخارجي مركز للحجر الصحي للعائدين من الصين لتأكد من سلامتهم من مرض كورونا المركز منعزل عن حركة المسافرين ويضم عددا من الغرف المجهزة للإقامة خلال مدة الحجر الصحي التي اتصل إلى 14 يوما وزارة الصحة التي تتابع تطبيق الإجراءة اللازمة والخاصة بالحجر تقول أن القطاع خال تماما من المصابين بالمرض بعد أن تم تجهيز مكان للحجر الصحي للعائدين من الصين داخل معبر رفح الآن هذا المكان مجهز بقدرة استيعابية 54 غرفة مجهزة بكامل خدماتها الفندقية وطبعا إحنا إلى حد الآن قادرين على متابعة هذا الأمر ولكن لو تفشى هذا المرض أكيد طبعا إحنا على تواصل مستمر مع منظمة الصحة العالمية في صالة الوصول بالمعبر ورغم أعداد العائدين القليلة يقوم هذا الطبيب بتجهيز الكاميرا الحرارية كإجراء وقائي أولي لجميع المسافرين العائدين إلى القطاع وتبعا لإحصاءات الجهات المختصة في غزة عاد من الصين منذ بداية العام 150 فلسطينيا معظمهم من فئة التجار تأكد خلوهم من المرض على الرغم من التجهيزات التي أعدتها وزارة الصحة إلا أنها لا تستطيع مواجهة خطر انكشار فيروس كورونا بالنظر إلى حجم الكثافة السكنية في قطاع غزة وافتقار المنظومة الصحية للكثير من المعدات والأدوية باسر خلافة التلفزيو العربي قطاع غزة